نتكلم بشكل فني أكتر مع واحد من نجوم التحليل حقيقة وزميل عزيز الناقد الرياضي خالد عامر اللي مشرفنا ونورنا على التليفون مساء الفل عليك يا خالد يا عام مساء الفل أخبارك إيه كله تمام زي الفل الحمد لله بمسي عليك وعلى كل الأسدى المشاهدين والمتابعين والمستنعين يعني إيطاليا كانت خلاص الرابطة هي كان خلاص النادي الإيطالي التالت بقى في النهايات الأوروبية المراضي لكن منشستر سيتي برضو عملها لكن الكل الحقيقة احترم وأشاد بالأداء اللي قدموا سيموني إنزاجي مع إنتر ميلا في هذه المباراة عليك حقيقة أولا خلينا ما نغفلش من هي صدمة بالنسبة للعشاء الكرة الإيطالية ثلاث نهائيات بيخسروا من فرق الإيطالية ولكن في نفس الوقت هي خطوة في الطريق أن فرق إيطاليا ترجع مرة تانية للساحة الأوروبية والهيمنة اللي كانت متعودة عليها الكرة الإيطالية في أواخر اتفاقات أو الألفينات يعني فيورنتينا وروما والإنتر بيخسروا ثلاث نهائيات ولكن بصرهم للمرحلة دي في حد الآن وهو لقطة كويسة لعل المطش الأبرز فيهم كان مطش الإنتر أمام منشستر سيتي مبارح في نهاي دوري أبطال أوروبا لأنه كان الناس كلهم متوقعا دائما كنت أنت لسه بتقول أربعة صفر وخمسة صفر والتوقعات بدأت تروح في حتة بغالبة كده بس جينتر مبارح قدر يثبت أنه الكرة مش فقط أسماء ومش فقط إنفاقات كبيرة ومش فقط كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي مبارح اللي تابع المباراة الجينتر أفضل طول المباراة حتى وهو بيدافع في الشرط الأول هو بيدافع بطريقة صحيحة 100% منشستر سيتي بيحاول يلاقي ثغارات ومش عارف الأخطر طوله لمطش هو الإنتر بدليل الأرقام اللي بتقول إنه الإنتر ليه 13 تقديدة على مرمى سيتي مقابل 7 فقط للسيتي أربع فرص خطيرة للإنتر مقابل فرصتين خطيرتين للسيتي صحيح حتى الهدف كان ممكن ما يدخلش لولا خطأ في التمركز من أكانش هلنغلو اللي كان مستخبتي وراء ماتيا درميان كان ممكن موقع البساطة لو كان واقف صحة بس كان يقدر إن هو يطلع على الكرة خليني أرجع لما قبل المباراة وده هقولها على الهوى عشان كان تحدي ما بيني وما بينك لو أنت فاكر بارح أقولت رقبات ترجيح في النهاية لا لا أنا قلت رقبات ترجيح وكانت قريبة من رقبات ترجيح يعني لا أنا بتكلم على النقطة الأخرى وهي عدم اشتراك لو كاكو من بداية المباراة كان خطأا فادحا من سنيوني إنزاجي لأنه إدن جيكو ما كانش عارف يعمل الدور المطلوب منه كمحط ابتناعة لعب وإن هو يقدر يخطف جوه منطقة الجزاء بعد الاستحواذ على الكرة إن بارح وإحنا حتى أنت كنت في الستوديو في راديو أونسبورت وكنت بتتكلم على فكرة إنه إزاي الإنتر هيلعب فكنا بنتكلم على فكرة إنه مش مهم الإنتر مش مهم إزل سيتي هياخد الكرة قد إيه المهم الإنتر لما ياخد منه الكرة هيعمل بيها إيه يعمل بيها إيه صح بالذب لما بياخد الكرة منه المفروض التحول بيبقى سريع جدا عندك دونفريس عندك ديماركو عندك بلالة عندك لوطارو كلهم عندهم القدرة عندما هم يرتدوا سريعا ولكن مين جاس الحرب الصريح اللي لما دولت ينطلق وهيلعبونه الكرة إيه جان جيكو فيه لقطة من اللعطات فعلا اللي إنتر خطف الكرة في نص الملعب باحت لديماركو كله طار جواه منطقة الجزاء بيبصوا مع الوصحة بيبصوا للجيكو لو يعني بلسئل هو فتح سفرينت بكل ما يابل بس هل إنت شايف يا خالد برضو الشوت التاني لما نزل لقاكو هل شايف إن لقاكو صنع الفارق يعني الراجل صد كرة أصلا دفاع سيتي بكانش أصدها وكرة تانية حطاب بسهولة جدا وبرعونا في نص الملعب سوري في نص الجون وصدق إدرسوني اللي عملها براسو بص هو ده كان سوق حظ مبالغ فيه من لوكاكو خاصة في الكرة بتاعت دي ماركو دي ماركو شطها بجدس العرضة ورجعته شطها جدس لوكاكو ده كان سوق حظ غير طبيعي للوكاكو بس خلينا أنا بقولش دلوقتي على الحاجات اللي مداخلتش هل بتكلم على ست اللعب عن مثل الشوط الأول احنا شفنا فريد بدافع وما unknown اي خطورة على المرمة لشوط الثاني بخلاف طبعا أنا مش فاكل كرة لو طالوا مارت مgio الخطأ بطاعه كانزي ده كان في شوط الثاني لو طلع melhores لك ادرسون شخطه بزرط كان في شخط ثان يعني حتى ال كرة اللي اه نخطأ ما جاتش في شوط الأول الشوط الأول كان تمركز دفاعي متوقع من الالأن constrained وكل الكسافة الهجومية والتهديد الهجومي والتواجد في منطق الجزاء منشستر تيتي حصلت ما بعد نزول اشتراك لوكاكو في المباراة بدلا من ادم جيكو وبالتالي هو غير طريقة اللعب ذا الفرق القدام شوية لم يكن موافقا في احراز هدف منشستر تيتي لكن صنع الخطورة ومنشستر تيتي كان محظوظ بشدة في المباراة وخلينا اقول انه برضو زي ما لم يشرك لوكاكو في بداية المباراة سنيوني انزاج مع الرغم ان هو قرية تيتيكية وانا بحبه جدا ولكنه اخطأ في كثير منها الامور سحب بسوني من الملعب وبعدم سحب اتشاربي يعني المفروض العكس انت عايز تهاجم بتسحب مدافع اسحب المدافع اللي ما بيعرفش هاجم واساب باريلا طول المباراة مع ان باريلا كان برضو نقطة ضعف او نقطة بطيئة او في تحضير الهاجمة ومع ذلك ابقى علي التسعين ديئة وسحب هكام متأخر جدا على الرغم ان هو كان مفروض يشترك من بدري يشترك مكانه مختريان طيب خالد انا عايز اسألك اسألة سريعة هل هو في النهاية تتويج مستحق للسيتي ولا الحظ اللاعب لعبته لا الحظ اللاعب لعبته مستحق عن اجمال الموسم مش عن المباراة عن مجمل اعماله طيب الحاجة التانية هل اتحسم صراع البست او زا بست يعني السنة دي وافضل مدرب ولا لسه في الامور امور لا لا دفنت لخلاص ستليج برديولو طيب احسن لاعب ليونال ماسي مين؟ ليونال ماسي ايه ده برضو برضو حتى بعد ان تروح انت رميه يعني مفيش هلند ولا في دي بروينا ليونال ماسي انا راجل معاك اتعلم يا راجل ايه بس دي خلاص اتحسمت من السنة اللي فاتت دي كانت طبع السنة اللي فاتت ايه بلون دور ادرح البلون دور يا خده وبعدين بانفكر في البلد تبا خلاص هنشوف ايه لا يحصل في نهاية العام اوان بشكرك شكرا جزيلا خالد عامر الزميل عزيز ومحللنا الرياضي اشتركوا في القناة